بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل مع بعض تقديم دروس الفصل الثالث معي أنا بشرة أمل مرحبا بكم كما نعرف أخر الأخبار أنه تمديد الحجر الصحي إلى غاية 29 أفريل يعني الحد الآن مع لبالناش إذا رح نرجعوا لمقاعد الدراسة إذا رح يكون فصل الثالث وأختبارات للفصل الثالث أو لا يعني الحد الآن اللي على بالنا به أنه ينكملوا دروس الفصل الثالث في البيت حتى إشعار آخر طبعا الأمهات تحاول تقنع أبنائها تتكلم معاهم على الأقل تكون نصف ساعة مراجعة يوميا أو ساعة مراجعة كل أسبوع هكذا التلميذ مش رح ينسى الدروس هكذا التلميذ إذا رجعنا لمقاعد الدراسة سواء للسنة الأولى أبتدائي أو الثانية أبتدائي رح التلميذ شوية يكون متمكن مش رح يتعب إن شاء الله إذن حصة اليوم رح يكون عبارة عن سرد النص المنطوق واختبار فهم التلميذ للمنطوق يعني التلميذ رح يستمعوا للنص المنطوق من أنا ونطرح عليهم بعض الأسئلة وتلميذ يحاولوا يجاوبوا ويتفاعلوا معايا إذن نسأل التلميذ مرحبا بسارة أمينة وآية آدم محمد سيف الإسلام وأيضا تسنيم مايار مرحبا بكم ومرحبا بجميع التلميذ إذن من يجيب كيف تقضون أوقاتكم بعد الدراسة؟ يعني بعد الدراسة في المنزل كيف تقضون أوقاتكم في المنزل بعد الدراسة؟ كل التلميذ رح يجاوب بعض التلميذ اللعب بعض التلميذ يشاهدون التلفاز إذن تسنيم قالت تشاهدوا التلفاز إذن ماذا تشاهدون في التلفاز؟ مايار تجيب ماذا تشاهدون في التلفاز؟ مشاهدة مثلا الرسوم المتحركة آدم يحب مشاهدة المقابلات الرياضية جيد وهكذا إذن سارة عند سماعكم الآذان هل تواصلون مشاهدة التلفاز؟ لا جيد جدا إذن إيمان هل تصهرون مع التلفاز طوال الليل؟ لا إذن دعونا نستمع إلى النص المنطوق التلفاز ومن يعرف التلفاز؟ وهل يمكن أن نعيش دون تلفاز؟ إنه ذلك الجهاز السمعي البصري الذي يحكي لنا قصصا يظهر لنا صورا يسمعنا أجمل الأصوات ويرين أجمل الألوان نضغط على الزر يشتغل فنشاهد الرسوم المتحركة والحيوانات المتنوعة والمقابلات الرياضية فيأخذنا كما في الأحلام ولكن لا تتركوا التلفاز يمنعكم من التسلية ويشغلكم عن الدراسة ويبعدكم عن النجاح ويحرمكم من جلسة ممتعة بين أفراد الأسرة إذن بعد ما استمعنا للنص المنطوق نسأل سؤال والتلميذ دائما يجيبون إذن من يعرفنا بالتلفاز؟ من يعرفنا بالتلفاز؟ إذن التلفاز هو ذلك الجهاز السمعي البصري إذن ماذا يحكي لنا وماذا يظهر لنا؟ يحكي لنا قصصا ويظهر ماذا يا عائشة؟ يظهر لنا صورا جيد ماذا يسمعنا؟ يسمعنا أجمل الأصوات إذن ما هي البرامج التي تشاهدونها؟ دائما هنا التلميذ كل تلميذ يحب مشاهدة حصة ما إذن كل تلميذ رح يجاوب مثلا مشاهدة الرسوم المتحركة حصصا التعليم أو مقابلات مقابلات غياظية وهكذا إذن إذا شاهدتم ترجمة نانسي قنقر